تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ولئن كنا الآن في أول رمضان فسريعا ما ستنقضي أيامه وتنتهي لياليه فليغتنم هذه الفرصة العظيمة وليقل لنفسه يا نفس قد لا تدركين غير هذا الرمضان إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد قال في الحديث لابن عمر إذا قال لابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل فعلى إثن ذلك كان ابن عمر يقول ماذا إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وعلى قياسا على ذلك إذا أدركت هذا الرمضان فلا تنتظر رمضان الآخر قل لعله آخر رمضان في حياته حتى تجتهد النفس أكثر وأكثر وتغتنم هذا الرمضان الذي ربما لا تدرك غيره قد تقول النفس أحيانا للشخص أمامك رمضانات عديدة ما فاتك الآن تدركه فيما بعد لا قل لها قد يكون هذا آخر رمضان في حياته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر